متابعين الكرام في هذا الخبر العاجل وكما تشاهدون أمامكم على الشاشة هذه المشاهد التي تم توتيقها قبل لحظات فقط 13 مارس 2023 بالتاريخ اليوم في ولاية بسكرة في حضيرة الجزائر هذه المشاهد التي توتق متابعين الكرام الهجوم على شاحنة تحمل المواد الغدائية ونهب محتوياتها نعم متابعين الكرام هذه هي الأوضاع في نوصلة في حضيرة الجزائر والأمور تزداد خطورة والنظام دي الحضيرة الجزائر عاجز عن تموين السوق الجزائرية بأبسط المواد الأساسية الحليب السميد الزيت الخبز الماء كل شيء ما كانش كل شيء اللي بغيتي تشريه خسك تشد عليها الصف لساعات طويلة وردكم شفتم متابعين الكرام أنا انشط لكم فيديو لمدة ساعة كاملة يوتق مشاهد الطوابير في حضيرة الجزائر والآن وصلوا لدرجة على أنهم ملاوا كيسرقوا الشاحنات اللي كتحمل المواد الغدائية لأن البصبعيين على ما يبدو أنهم طلعت لهم الطوابير في الراس فانتقلوا إلى الخطة البديلة والخطة البديلة اللي هي نهب الشاحنات التي تحمل المواد الغدائية لأنه كيفما كتعرفوا المتابعين الكرام فالبصبعي المسكين كيشد الطابور لساعات طويلة فقط وتقدر ما توصل ليش النوبة يعني المواد الأساسية كالتالة وما زال ما وصلت له النوبة بشيشري الحليب ولا بشيشري الزيت ولا بشيشري أبسط الأمور في حين النظام الجزائري بطبيعة الحال يصرف الأموال الطائلة على مرتزقة البوليزاريو ومليار دولار من أجل الحفاظ أو من أجل إبقاء مرتزقة البوليزاريو في الاتحاد الإفريقي بينما الجزائريين أراكم كتشوفوا الحالة ديالهم وصلوا الآن لنهب وصارقة واعتراض الشاحنات التي تحمل المواد الأساسية والأوضاع سوف تتطور بشكل أكبر في قادم الأيام وخصوصا بعد دخول شهر رمضان متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم